اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدوك النهاردة هنتكلم مع بعض عن البروتين وحرد على الاسئلة التالية في هذه الحلقة المهمة ما هو البروتين وما هي اهميته ودوره في جسم الانسان ما هي الانواع المختلفة من البروتينات وما هو وجه الاختلاف بين هذه الانواع واخر سؤال وده سؤال مهم جدا للرياضيين الجرعة المناسبة للبروتين بعد التدريب لتعظيم الاستشفاء قد ايه وبتتحسب ازاي ولو الواحد اخد بروتين اكتر من هذه الكمية ايه اللي هيحصل اول حاجة هنتكلم فيها مع بعض عن البروتين واهميته ودوره في جسم الانسان البروتينات مهمة في جسم الانسان ولها ادوار عديدة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر دور البروتين في جهاز المناعة الاكسام المضادة او الانتي باديز البروتين مكون رئيسي فيها البروتين مهم جدا 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 في العضلات والالياف العضلية البروتين له دور حيوي جدا في الدم الهيموجلوبين اللي بين ان الاكسوجين من الرئة للخلايا المختلفة ده مكون رئيسي فيه الفروتين برضو بالنسبة للتجلط الفايبرينوجين اساسه فروتين الانزيمات اللي بتكسر الجزيقات الكبيرة الى جزيقات صغيرة بحيث ان الانسان او المعدة تقدر انها تستفيد منها وتمتصها ده اساسها اساس بروتيني الغشاء الخلوي يعني الغشاء بتاع الخلية المكون الرئيسي فيه والمهم هو البروتيني ده بالنسبة لاهمية البروتين وادوار او دور البروتينات في جسم الانساني البروتينيات نفسها بتتكون من احماض امينية والاحماض الامينية دي بنقسمها للتبسيط لاسانشل يعني احماض امينية اساسية لا يستطيع جسم الانسان تصنحها ولازم ياخدها عن طريق الاكل البقية الاحماض الامينية بنسميه non-essential amino acids essential amino acids دولت يعني اي اكل فيه التسع احماض امينية الرئيسية دي بنسميه complete protein وكل المصادر البروتين الحيوانية بنسميه complete protein اما بالنسبة لعناصر او مصادر البروتين النباتي فمعظمها incomplete protein source علشان ما فيهاش التسع عناصر دي على بعض ما عدا حبوب السويا والحبوب اللي اسمها كينوة كل المصادر البروتين النباتي الاخرى بنقول عليها incomplete protein وعلشان هي incomplete protein الواحد لازم يجمع معين مع بعض عشان يقدر يحصل في الوجبة الواحدة على كل الاحماض الامينية الاساسية علشان هو لو اعتمد على مصدر بروتين نباتي واحد مع عدا الاثنين اللي احنا قلنا عليهم اللي هما السويا والكنوة مش هيحصل على كل الاحماض الامينية الاساسية طب يا طرق دكتور هو ده الفرق الوحيد ما بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني لا الهضن بالنسبة للبروتين الحيواني اسهل من البروتين النباتي كمية الأحماض الأمينية اللي موجودة في البروتين الحيواني أعلى بكتير من الأحماض الأمينية اللي موجودة في البروتين النباتي ويمكن هنا برضو الإكسابشن الوحيدة أو الحاجة اللي هي الشازة للقاعدة هو بالنسبة للديجستيبليتي يعني الهضم يعتبر الأمح وبالنسبة الاستفادة للجسم يكون السوية على الباقي كله دايما البروتين الحيواني مميز أكتر و أفيد للجسم الكتير من البروتين النباتي من حيث الأحماض الأمينية المتوفرة نوحها و كميتها و سهولة هضمها احنا كنت ناقشت في حلقة قديمة على قناة اليوتيوب بتاعتنا الشخص بيحتاج كام جرام بروتين على مدار اليوم والكمية دي بتتحسب إزاي والحلقة دي هحطها لكو في أول كومنت تحت الحلقة اللينك بتاع الحلقة دي هحطها لكو في الفاكشن بتاع الكومنت بس أنا عايزة ناقش معاكو النهاردة حاجة مهمة ليدا هو جسم الإنسان ليحتاج كام جرام بروتين لتعظيم الاستشفاء والاستفادة من التدريب وعادة بناء الألياف العضلية هل في رقم ثابت يا دكتور؟ بعد كمية الأبحاث الضخمة اللي أنا قرتها واللي رجعتها توصله علشان تحسب كمية البروتين اللي تخليك تعمل أعظم استفادة من التدريب وتوصل لأعلى درجات الاستشفاء بتحسبها 31 جرام بالنسبة لكل كيلو جرام من وزن الإنسان بدون النظر إلى الجنس يعني راجل أو ست أو الكتلة العضلية أو السن يعني أنا وزني 100 جرام بنا أخذ 31 جرام أنا كنت قلت في فيديو سابق بتاريخ 27 يوليو 2017 والفيديو موجود على قناة اليوتيوب بتاعتنا إن أنا ممكن أخذ 40 جرام أنا قلت الكلام ده علشان الزيادة عن ال 31 أو ال 32 جرام بالنسبة لوزني ممكن أكون بحتاجهم لجهاز المناعة لحاجات تانية بعض البروتينات ممكن إنها ما تتهدمش أو تتكسر في المعدة فالصافي اللي يوصل يكون أقل عشان كده أنا قلت نأخذ أكتر شوية من الرقم اللي هو موجود في هذه المعدمة ولكن في ناس ظهرت وقالت إن الإنسان ممكن لو أخذ روتين أكتر من هذه الكمية فالاستشفاء هيكون أحسن ده كلام غير علمي وملوش أي دليل أو براهين علمية أو موضوعية هم 31 جرام روتين لكل كيلو جرام من وزنك لو خدت أزيد من كده أي صغر حراري هتاخده أزيد من اللي هيحتاجه جسمك يعني إما هيتحول لجلايكوجين ويتخزن في الجسم وبعد كده زيادة هتتحول لدهون عشان اللي بيتحك عليك وبيقولك أنت مهما انكلت من بروتين وصغرات حرارية زيادة أصلها من البروتين مش هتتخزن على شكل دهون ده واحد لا درس فيسيولوجي ولا يعرف أي حاجة في البايو كامس في ناس تاني هتقولك لأ أنت لازم تاخد 50 و60 جرام بروتين بعد التدريب طيب هو مصلحته إيه أنه هو يقولك كده ممكن يكون حد بيبيع لك مكملات غذائية عايزك أنك تستخدم مكملات غذائية بشراها وتشتري كتير لما تاخد جرع أكتر من الجرع اللي أنت بتحتاجها هتخلص الكنتينر اللي هو أسرع وتروح تشتري منه أسرع وهو مكسابه يزيد يبا إحنا عندنا 31 جرام لكل كيلو جرام من وزن الإنسان طيب هو البروتين الزيادة على الجسم غير أنه هو ملوش استفادة ثانيا إنها خسارة اقتصادية ثلاثة هل هو ملوش أي أضرار على الجسم؟ طبعا له أضرار أي بروتين زيادة بتاخده بيعملك دي هايدريشن يعني ممكن يسبب لك حالة من الجفاف والحالة من الجفاف دي غير أنها بتأثر على قدرة جسمك أنك تقدر تتعامل مع درجات الحرارة المختلفة وغير أن لها تأثير سلبي جدا 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 على أدائك الزهن وأدائك الرياضي وممكن أن أنت الدي هايدريشن أو الجفاف ده يأثر بالسلب على اللزوجة بتاعت الدم فيحصل تركيز للدم وممكن يحصل لك جلطة الجفاف ده أو الدي هايدريشن حيقلل وصول الماء والسوائل للكيلو وممكن لأقدر الله مع مرور الوقت يحصل لك فشل كلام أتمنى أن أنا كون رضيت على أهم الأسئلة اللي تسألتها بخصوص البروتين لو عندكم أي أسئلة أخرى ياريت تكتبوها في السكشن بتاع الكومنت تحت الفيديو ده ياريت تعمله متابعة للقناة واشتراك ولايك وشارل الفيديوهات علشان أكتر كمية من الناس تستفيد من المعلومات اللي أنا بقولها في الفيديوهات بتاعتي نلتقي قريبا بإذن الله في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدك ترجمة نانسي قنقر